نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة فيلماً مصوراً من مقصورة طائرة هليكوبتر يظهر ما قالت إنها سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي تشارك في التدريبات العسكرية معروفة باسم نسيم البحر 2019 وتجى هذه التدريبات سنوياً في أوكرانيا منذ 1997 ويشارك فيها هذا العام نحو 900 من مشات البحرية و30 سفينة من 14 دولة عضواً بالحلف وستستمر هذه التدريبات حتى الثاني عشر من يوليو تموز وذلك وفقاً لما قالته هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الأوكرانية في بيان صدر في أبريل نيسان الماضي وكان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين المولين لها في شرقي أوكرانيا أشعل أسوأ أزمة في العلاقات بين موسكو والغرب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر